السلام عليكم. كده يريلنا بس عليكم كل شي بخير. كنت مني يا ربي تكونوا بخير. وعلى خير ان شاء الله. هنتوا ما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نتقاسم معاكم هادلا بغيوش اللي كاتجيرة. يا كيف ما كتشوفوا الحجم ديالها تبارك الله كبيرة بزر. وكنا عجنوها غير بيضة واحدة. وكنا نضيف لها واحد المكون اللي كي يخليوا العجينة عفون ديالنا كتجيه شيشة بزر. كيف ما كتشوفوا. وخباقي سخونة ما كتكونش معجنة. كنتمنى من الله الفيديويني الاعجاب ديالكوم. وخليكم معيا باش تعرفوا على المقادير والطريقة التحذير. على بركة الله عندي هنا يا حبة ديال البيض. آآ واحد الخميرة واحد المهم معلقة كبيرة ديال الخميرة مية قرم ديال زبدة مخلطة مبين زبدة والزيت ترتصرحة اللي مسبن وقلية هذا الخالط والمهم ديت عبرت لها مية قرم. مية قرم ديال سكوار وعندي لاتة ديال الحباد ديال البطاطا كيف ما شفتهم اللي سلقتهم وكما شي كبارين بزر. إذا عندكم البطاطا كبيرة تقدروا تديرو غير جوج. هذه هما المكونات ديالنا بطبيعة الحال خاصنا نزيدو لفارينا. احنا يا بعد ما قطعتها غادي نجيب الفين غادي نخلطوهم حي تخصنا نطحنوهم مزيان. ومن بعد غادي نسموها بالفاني بالنسبة لفارينا عندي تقريبا واحد سبعمية وخمسين جرام ديال ديال الفارينا. احنا يا كان ديال البطاطا ديالنا وغادي ندير ذيك الخالط ديال الزيت تقدروا تديرو غير الزيت بوحدها ما شي ضرورة المهمة كان عندي هذك الخالط ودرتو ما تقدروا تديرو غير الزيت. احنا قدرتوا واحد كيفما شوتوا واحد نص مع القديل الملحة ضرورة تكون شوية الملحة زعمة كثيرة مشي غير قبصة ديال الملحة. وقدرتك مية جرام ديال السكار. واحنا يا غادي نعبر معاكم قدرتوا واحد الكاس ديال الماء. ومن بعد نخليو الميلة غادي نحتاجو. هرا غادي نزيدو. وغادي نسمها بالفاني. غادي ندير المويم واحد مع القديل الفاني. تقدروا تديرو السكوار ديال المويم ديال السكوار من نسم بالفاني بحال هذا. لان كي يكون فلساشي. قدرت تتقيبا هكذا واحد مع القمعة مراش ديال الخميرة. عفوان ديال الخلي مشي الخميرة. حالة دي مدرتش لفيديو صافي. منسيت عاو تاني كيفاش نديرو المونتاج ديال الفيديو. انتم ما كتلاحظوا بعد مما تحنتهم مزيان كي يجي القوام ديالهم بحال هكا. صافي غادي نديرهم في هادلوبول كيفما كتشوفوا. اليوم انا غادي نستعمل الدية ما غاديش نديرهم في العجانة. انتم ما تقدروا تديروهم في العجانة يلا بغيتو. احنا يا كنضيفو هاداك سبعمية وخمسين جرام. مهم سبعمية وخمسين جرام تمانمية جرام ديال الفانينا. تقدروا تديرو تمانمية جرام. ومن البعدها راتقدروا يلجاتكم العجينة قاسحة. غادي تزيدوا شوية ديال الموصافي. احنا يا غادي نخلطها مزيان كيفما كتشوفو. صافي احنا يا غادي نديرها في السطح العامل. باش هكذا نقدر ندلكها شي شوية مزيان. غادي نجيب شوية ديال الفاني هنا. صافي كنخلو العجينة ديالنا في السطح العامل. مهم احنا يا في الظهر ديال الموسالبنات. نحيدك العجينة باش نقدر من بعد ندلكها. صافي كنحولو. حاقي كنحول بازع ما باش ندخل هديك الفاني هنا في العجينة ديالنا كيفما كتشوفو. انتو ما كاتلاحظو. ركت تلسق شوية في اليدين. من بعد ذاك الخالي كيفما قلت ليكم اللي درت فيها المسمن. صافي كنحول ندير. مهم نجمع هذا العجينة. مو كان ديال يدينا بشوية ديال الزيت. مو كان دلكوها شي شوية كيفما كتشوفو. بصراحة العجينة ديالنا كامل اللي كان دهنو غيرها كدب بشوية ديال الزيت. ممكن تبقاش تلسق لنا في اليدين. صافي هنا يا بعد مدلكتها. غادي نديرها في هذك البول فين كاينة الفاعل هنا. وغادي ندير لها شوية ديال الزيت من الفوق. وغادي ندير لها هذك الفيلم على المونتير. وغادي نخليها ان شاء الله حتى تختمر لنا. وانتلقوا ان شاء الله باش هكذا نشكلوها. وانتوما كتلاحظوا العجينة ديالنا بعد مما اضعف الحجم ديالها. صافي هنا يا كندير شوية ديال الفاعلين. شوفو البناتة ذاك الفوقاعة اللي كتدير بأنها والعجينة ديالنا راهد لكنها. وخاصة راحة ما دلقتهاش بزاف ما هذك البطاطا كتخلي العجينة ديالنا هكذا تجير طبا. هناك نقطعها عين ميزانا بغايتو انتو ما تعبروهم تعبروهم. كما كتشوفو بعد مما كملتهم انا من اللي كندورهم بحال هاكا. كي نحس بأنها كتكون واحدة كبيرة وكواحدة صغيرة. ونحاولو للمهم هذك اللي كبيرة كننقص منها شي شوية. هناك بعد مما كملتهم. مهم دائما كنديرو شوية ديال الفاعلينة. حيط العجينة ديال ما كتكونش قسحة بزا. وكانت لكوها وكانت لكوها عفوا بها الطريقة هذي كيف ما كتشوفو. حيط هذه البنات غادي نعمرهم بالشوكلاة. تقدروا الدوبونتو مع شوكلاة ومع شوية ديال اللي حلي. بحالة غادي تديروا واحد لاقا هناش. وتخليوها هكذا حتى تبرد ليكم مزين. ومن بعد تديرو كيف ما تقدروا تديرو بها الطريقة هذي. ولا تعمروها بأي حاجة انتموا بغيتوها. بالكون في تور ولا المهم ولا تقدروا تخليوها غير بحال هاكا. انا جبت هاد هادل السيخ كل ولا المهم هادل ومول هادا. ودهنتو بش بيد ديال زيت في الجناب. ومن بعد كان حطوهم بحالة كيف ما شفتو في اللولين كان ديرهم مهم في الجناب كاملين. ومن بعد كان حطوه ذاك المهم للاخرين كيف ما كتشوفو. تبارك الله اللي أبغينا نديرو هم هكذا فرديا. زي ما رأيها غادي تجين واحد الكمية اللي هي كبيرة بزا. غادي نكمل حي تخاصني المهم نكمل ذاك الشي اللي خاصني. وخاك تشوفو شوية ديال اللي سباس بيناتهم من بعدها غادي يختامرو. انتم وكتلاحظو بعد ما تضعف الحجم ديال لبغيوش ديالنا. شعرت الفران على مية وتمانين داراجة. واجبت هنا يا واحد الحبة ديال لبيض. صراحة انا شدت غير بالتليفوية بزعمة بيض ديال. وكان نصور وكان. وكان دهل وجه ديال هاد الابغيوش. هنا اشتراها كين واحد. واحد المورسو ديال المهمة ديال لبيض. هنا قد ندهنهم مزيان. كيف ما كتشوفو. ضرورا نخليهم اختامرو. احنا يا هادو درتفوهم اذاك السكور لغليت كيف ما كتشوفو البنات. هادو نخليها غير هكا. ومن بعد هادو ندهنوها بشوية ديال. قد نديرو عليها شوية ديال لبيبيتة وشوكولة. هذا هو السكور اللي استعملت. هنا يا البنات بعد ما خرجتها من الفران كيف ما كتشوفو الشكل ديال هكا تجيزو هنا. هنا درت غير شوية ديال نابج. حيث وخضرنا شوية ديال خل. انسيتم اقلتها لكم. دائما كتبقى شوية ديال سفورية. اللي كدهنها بشوية ديال نابج كي يعطيها واحد دق اللي هو زوي. ولي بلكون في تور كيف ما بغيت المهمين. ندرت النابج وشوية ديال الماء. وقد ناخد شوية ديالي بيبيتة الشوكولة. فكذا باقي سخونة. باش نعرفوا بأنه قد عمرناهم بالشوكولة من الداخل. وكي يعطي واحد المنظر اللي هو زوي. ما كان نردها شو اللي فرن لوالو حيث. لحال سخونة. مويمة ديال البغيوش ديالنا باقي سخونة. دايش شوكولة ديالنا كدوب. وهادو اللي فقدرت فيهم السكر. رحمة دهنتهم بزعمة بحتى حاجة. ان شاء الله سنخليهم هكذا غير بردوشي شوية. ونطلقوا بشوفوا شكل نيهائي ديالهم. اهو مشكل نيهائي ديال لا بغيوش ديالنا. كيف ما كتشوف ورط باك الله كتجي كبيرا. وهادوك اللي درناها بالسكر من الفوق. انتو ما كتلاحظوا. رابا قيس خونة. ولكني غادي نحاول نقطعها لكم بشوفوا كيفاش كتجي هكذا من الداخل. انتو ما كتلاحظوا البوخار باقي كيتلع منها. والعجينة ديالنا كتوليه شيشة بزاف. والصراحة حتى في الدق ديالها كتجي رائعة. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. وهذا الفيديو هنا الاعجاب ديالكم. طبيعة الحال اللي اعجبكم الفيديو. ما تنسوش تجعونا بواحد اللايك. وخليونا التعليق. وبختجوا الفيديو مع الاحباب والعائلة. وكنيقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. موسيقى